حياكم الله مشاهدين و اهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة حيث مخططات الارهاب كانت وما زالت تسعى لزعزعة الامن في البلاد وبالخصوص تكرار الهجمات الارهابية على بعض المناطق المستهدفة لكن اليوم والبلد يشهد زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام يبدو ان الارهاب البعثي صوب اهدافه على الزائرين بمخططات مسبقة لتنفيذها في وقت الذروة في هذه الزيارة حيث تصدى ابناء الحجد الشعبي لهذه المخططات بعد بدل الجهد الاستخباراتي الكبير ووصلوا الى اماكن اوكارهم وتم اعتقالهم بموافقات قضائية سعيا منهم الى حفظ الامن واتمام مراسم الزيارة بامان وسلامة للزائرين وفي ملفنا الثاني مشاهدين العراق في خضم ازمة شح المياه الناجمة عن المستويات القياسية المنخفضة لهطول الامطار وانخفاض تدفق المياه من تركيا المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء تشهد انخفاضا كبيرا في امدادات المياه وجودتها لسنوات عدة تفاقمت هذه الازمة هذا العام ومنذ ذلك الحين انخفض انتاج المحاصيل وثروة الحيوانية مما اثر على المجتمعات المستضعفة التي تأثرت بالنزوح ليتضرر ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص في العراق من الجفاف في الاون الاخيرة ويمكن لازمة شح المياه المتزايدة والمستمرة يتردد صداها في المناطق الحضرية نتيجة لنزوح المزارعين والعاملين الذين فقدوا مصادر دخلهم من دون المساعدات والتدابير السياسية والحكومية اذا المشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو ان تبقوا معنا اذا المشاهدين هيئة الحجد الشعبي وبعد وصول معلومات من خلال جهدها الاستخباراتي نفذت عملية استباقية متصدية لارهاب ينتمي الى البعث الصدامي وذكت اوكارهم في الساعة الوحادية من ليل الخميس الماضي واعتقلتهم اذ يصرح المراقبون ان الجهد الاستخباراتي للحجد رسالة لكل العابثين بامن البلد بان الجهد الامني فيه عالي وفي مواجهة الارهاب على الدوام بعقودين عديدة كان حزب البعث يسطو ويحكم في البلد وها هو الان يستجمع قواه ويحاول العودة مجددا بارهاب جديد يستهدف زائري الامام الحسين الوافدين الى كربلا لكن الحسد الشعبي ان لم يكن في زمن حكم البعث لمواجهته ها هو اليوم يتصدى لاذنابه التي نشطت خلاياه النائمة في هذا الوقت ظنا منهم كماذي قبل عائدين الى الحكم مجددا وبحسب بيان هيئة الحسد الشعبي ان انطلاق عملية الرجع الثانية التي من خلالها احبطت قوات الحسد الشعبي مخططا كان يستهدف امن البلد وزيارة الاربعين حيث تمحور الارهاب في اربعة محافظات شملت كربلا وبابل والمثنى والديوانية وبفضل الجهد الاستخباراتي العالي لدى الحسد الشعبي ومتابعة دقيقة تمكنت قواته باشراف رئاسة اركان الهيئة من الوصول الى اوكار الارهاب بعد استحصال الموافقات القضائية وتم اعتقالهم جميعا هناك محاذير سبقت هذه التحركات البعثية التي نراها تعترض طريق الزائرين مستغلة حالة الانسداد السياسي وكما فسر المتابعون ان عودة البعث بهذا التوقيت ما هو الا بداية او تمهيدا لعودة حكمهم مع استمرار الانشقاقات السياسية والخلافات والمخاوف تأتي من تدخلاتهم باقناعة الوسيط بين الفروقاء او بصور تبدو تريد الامن للبلد فهذه العملية الاستباقية التي تنطلق من قبل الحشد الشعبي بين الفينة والاخرى هي لتأمين الزيارة الارضعينية مانعين حالة الفوضى والاخلال بالامن من قبل زمر الارهاب فهذه العملية الاستباقية تمحورت حولها اشادات كبيرة من المراقبين والمتابعين بالوقت الذي يشدون على ايدي ابناء الحشد للاستمرار بهكذا عمليات تحافظ على البلد وامنه نهاشم ماري الايام الفضائية اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين والحديث اكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي السيد صباح الاقالي انا بك سيد صباح وكذلك الترحيب بامر اللوات 23 السيد بشير مزاحم ينضمن مباشرة ابر سكايب وبعد قليل الترحيب القياد في الحجد الشعبي ابو علي الكوفي ينضمن ابر الهاتف وابدأ معك يا سيد صباح تعتقد ان زيارة الاربعين هذا العام تختلف عن زيارات السابقة من ناخية الملف الامني بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد البشار لغنات ومشاهدي العيام يعني بطبيعة الحال ليس الجانب الامني فقط يعني مثل ما تعب كانت يعني وباء كورونا هذا اللي جعل كل الدول ان تغلق حدودها فبالتالي العراق هو جزء من هذا الوباء اللي هو اخذ الكثير من الضحايا فتم حقيقة بانه غلق الحدود ومنع زيارات لي بسبب عدم ان تكون هناك مخالطة وبالتالي كان هناك اكثر من ثلاث سنوات يعني كان هناك تحديد لعدد الزائرين الاجانب الداخلين للعراق مثل ما تعرف يعني هناك اجراءات بقضية الدخول والبطاقة التلقيح الدولية الآن يعني انتهت كورونا وبالتالي الآن يعني هناك اقبال كبير جدا على هذه الزيارة هناك قراءات بان زيارة ممكن ان تتجاوز ال 20 مليون زائر وهذا الكمل هائل كبير جدا الذي يتجه لقبلة الاحارة الامام الحسين سلام الله عليه دليل بان هذا الاقبال الشديد بان هناك وضعا امنيا مستتبا وبالتالي الآن شهدنا كيف بان هناك تحديات تواجه القوات الامنية وكذلك الحج الشعبي يعني قرأنا في وسائل الاعلام كيف تم القبض على عصابة مدعومة من الخارج تتحرك خلال اربع محافظات الديوانية والسماوة وكربلا والديوانية الحلة عفوا تم مسكم واعتقد الآن التحقيقات الجارية الآن هذا يأخذنا بان هذه المجامع طبعا هي مجامع بعثية يمكن تختلف ان هذا الاستهداف من مجموعة بعثية بينما كان هناك استهدافات بالسنوات الماضية من مجامع ارهابية قاعدة وداعش وغيرها ممكن ان يتم استغلال مثلا الجانب السياسي الازمة السياسية التي كان يمكن الجانب الارهابي والبعثي يعاول كثيرا على استغلالها لضرب هذه الزيارة يعني اولا هو هذا حزب البعث المقبوغ هو يستهدف الجانب الامني والجانب الاجتماعي والجانب السياسي وبالتالي هو يتحرك بكل الاتجاهات ويحاول يستغل الفرص يعني عندما تكون هناك ازمة نجد بين بعض القنوات التي تمثل هو البعث المقبوغ لكن المؤسس بأنه ليس هناك قوانين تجرم هذه القنوات التي تبث سمومها البعثية ضد العملية السياسية وكذلك تراهن على تمزيق المجتمع العراقي وترسخ مبدأ الطائفية والاثنية وغيرها من العناوين يعني أعتقد الحزب البعث هو لديه تاريخ أسود بحق ابناء الشعب العراقي وبشكل خاص بحق زوار الإمام الحسين أنها شهدنا حقيقة عاصرنا هذا الوقت الذي كان هو وقتا حقيقة عصيبا وتاريخيا لابناء الشعب العراقي كان تحدياً يعني كنا نتذكر كيف يتم قتل زوار الإمام الحسين من قبل حزب البعث المحضور وكذلك كان هناك تجيب للزوار الإمام الحسين سلام الله عليه يعني من يسير يتم احتقاله من يذهب إلى الحسين عليه السلام يتم توجيه التهم إليه بأنوان الطائفي إذا نعتقد هذا الحركة البعثية الآن هناك تنسيق يعني أنت طرحت قضية القاعدة وداعش يعني تبين بأن هناك تنسيق ما بين الحزب البعث المحضور وما بين الحركة الوهابية التكفيرية وهذا دليل بأن هناك اتفاق وقد تكون هم يجتمعون بوحدة الهدف هو معادات الشيعة معادات أهل البيت معادات زوار الإمام الحسين وبالتالي هذه المعاربة ما أعتقد بأنها مدفوعة من دول خارج كما تم دعم داعش والقاعدة الآن هذا الحركة مدعومة من قبل جهات بل هناك قيادات تم مسكها وحبطت هذه المحاولات من مجامع البعثية أيضا ينضمنا أبرى السكايب أمر اللواء 23 السيدة مزاحم العنبكي وبشير مزاحم أهلا بك سيدة بشير بداية سيد بشير حدثنا يعني اللواء 23 والموقع بالتحديد وكيف هي الاستعدادات لدى اللواء 23 لحماية الزيار الأربعينية والزوار الوافدين السلام عليكم والسلام على الحرسين على عليكم والاوراد الحرسين الزيار الأربعين وقع على آتف الانتكالي المتوسط بالاقتالة وتعملات الدائرة والألوية المنظرية تستطفى وتعفيد هو تعميه الزائرين من ممطقة المدفية الى الزائر الممطقة تجريد شارة تعميه هذه الممطقة 졌ه ينزل فيه من الأقل والعشرين من المنطقةorte والمنطقة ودعم الزوات Belgian ونزل even since 2010 ويندغ جوان 24 ونزل meillä حتى كل الحاجة تتاين تحضر دعما القليل substitute ولكن الحاجة سيد بشير يبدو أن الاتصال في خلل يتمنى أن يتم تحسين الاتصال مع سيد بشير عبر سكايب أعود لك مرة أخرى سيد صباح القيادات السياسية في هذه المرحلة كانت هناك أزمة سياسية كبيرة تعتقد أن القيادات السياسية نجحت فعلا في إبعاد هذه الخلافات السياسية عن قضية عقائدية هي زيارة أربعينية الإمام الحسين باعتبر أن هناك كانت مخاطر ممكن يتم استغلال هذه الخلافات يعني أنا أعتقد الآن بدأنا نتجاوز مرحلة الجانب الطائفي وإن كان المؤسف بأنه خلال الاحتلال الأمريكي الذي حتى الآن نعاني حتى الأزمة السياسية تعاني بسبب أنه هي تغسيق الطائفية عندما جاءت بالمحاصصة الطائفية وفرقت ما بين الشيعي والسني والكردي وباقي القوميات فكان بناء الدولة العراقية بهذا الاتجاه الآن حقيقة نعاني الآن يعني أنا أعتقد بدأ ثقافة المجتمع العراقي وحتى ثقافة السياسي الفاعلين بأن هذا الجانب هو لم يقدم شيء بل هو زاد الطينبلة وكان جزء من المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية بسبب الطائفية الآن حتى الآن قضية تشكيل حكومة تأخرت بسبب وجود إرادات بقضية المحاصصة والتوافقية إذن يعني أعتقد الآن يعني درجة الوعي المجتمع العراقي بعد القضاء على داعش أعتقد المستوى الوعي اكتشف بأن هذه القضية الطائفية هي عبارة عن جسر من أجل الوصول إلى أهداف الجهات المعادية يعني وولاية المتحدة الأمريكية عندما أرادت أن تضعف العراقيين جاءت بالطائفية وهي تتحمل مسؤولة الطائفية التي حصلت في 2006 بعد تهديم مقام الإمامين العسكريين وبدأت هذه الطائفية وهي راهنت عليه حقيقة وفعلت ما فعلت وغض الآن حقيقة نحن أمام ريهان على حرب شيعية شيعية وبالتالي الآن هذه المؤامرة التي تم كشفها من قبل البعثية أعتقد هو كان يرومون إلى خلق صراعا شيعيا شيعيا من خلال استهداف جهات معينة وبالتالي تكون هذا الجمع الهائل الذي وصل إلى 20 مليون ممكن أن لا سمح الله أن يكون صراع وهذا الصراع حقيقة المستفيد بنا الولايات المتحدة الدول التي راهنت في دعم الإرهاب وكذلك الحركات المحظورة حزب البعث المحظور داعش القاعدة حتى الوهابية حقيقة هم جزء من هذه المؤامرة ضمن ما يمتلكونه من ايدلوجية تكفيرية ضد كل الطوائف المسلمين يعني أعتقد الآن المجتمع العراقي بدرجة عالية من الوعي وكذلك الآن يعني قدرة وإمكانيات القوات الأمنية أثبتت حقيقة قدرتها على القضاء على أي مؤامرة ودليل بأنه القبض على هذه الخلية المدعومة من الخارج هذا دليل انتصار القوات الأمنية وكذلك دليل انتصار الحج الشعبي بالمناسبة وكعدادات الحج كانت كبيرة إذا تسمح لي يعني هذا القبض على هذه العصابة بعد أن كان البعض من يطالب بأن لا يكون للحش الدور في حفظ أمن الزائرين مثل ما تعرف يعني زيارة بالملائين يعني هناك قدرت تصل لأكثر من المليون بطبيعة الحال لن يكون هناك دور للقوات الأمنية الحش الشعبي لديه خبرة كبيرة جدا في كشف الخلايا في مواجهة وكذلك ولديه قدرة كبيرة جدا لممارسة المعارك داخل المدن وبالتالي الآن هذا الانتصار الكبير هو رد على كل من يطالب بخروج الحشد من المدن وكذلك بعدم مشاركة الحشد في حماية الزائرين بل لم يحمون الزائرين فقط الآن القوافل الناقلات للحشد الشعبي الآن هي تعمل ليلا مع نهار في نقل الزائرين القادمين من الجمهورية الإسلامية إذن جهد أني وخدمي في ذات الوقت يتحقون بكل الاتجاهات من أجل خدمة الشعب العراقي طيب نرجع للحشد والسيد بشير مزاح مع براسكايب أهلا بك مرة أخرى سيد بشير نعتدر عن الخلل بالاتصال وأعود إلى الاستعدادات الحشد لحماية الزائرية الأربعينية خصوصا وصلت بالحديث إلى منفذ المنظرية التي تدخل من أعداد كبيرة من الزائرين الوافدين من هذا المنفذ المهم هل هذه الأعداد الكبيرة من الزائرين من المنفذ مقابلها أكو استعداد كافي للهواء 23 لتأمين الحماية لهم وعلى طول الطريق نعم هناك نهارا ليلا لحدنا القوافل الزائرين تجيبين السابيع عالية كذلك تؤمن قيادة عملية ديالة الزائرين من منطقة كارتوف باتجاه ناحية العظيم وأيضا تؤمن من طريق قارة تبه باتجاه ناحية العظيم وحتى ذلك تؤمن قيادة عملية ديالة باتجاه ناحية العظيم من المنفذة الزائرين من منطقة كارتوف باتجاه ناحية ومحمود وإلى خانقين هذه المنفذة تؤدي المعمل في الشكل الكامل المنفذة من طائرات من سيارة من نهار وليلي ومشور ومشور دوريات على طول الطريق بطريق المعمل في الشكل الكامل ومشور 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 الأجوار طيب سيد بشير يعني ديالة من المعروف أنها تحتوي على مناطق ساخنة وكان بيها عمليات تعرض بأكثر من فترة لكن كان لديكم قبل وفود زائرين وتوجههم من ديالة إلى النجفة أو إلى كربلاء المقدسة كان لديكم عمليات استباقية في المناطق في ديالة نعم لحد اليوم هناك كانت عملية باسعة في وادة اللاب وعين السمك هذه مناطق جبلية وعارة نعم تساعد على اختباء بعض العناصر لكن الحمد لله وشفر العمليات مستمرة بشكل يومي من أجل خلق بيها رامنا للأراقين وغيرا للزوار العمليات مستمرة كمارات حرارية إن شاء الله نعم على أهزة وعلى أجهزة وعلى أجهزة وعلى أجهزة وعلى أجهزة طيب ماذا عن التنسيق ما مدى التنسيق ما بين قوات الحجد الشعبي في ديالة خصوصا وبقية القوات الأمنية والأجهزة الأمنية في المحافظة وعلى هذه المناطق الحدودية وهناك من يشكل أنه لا يوجد تنسيق ربما لقوات الحجد والقوات الأمنية هناك كل جهاز أمني يعمل بمفردة وتكون هناك تضارب بالصلاحيات أحيانا لا هناك تنسيق على مستوى عالي بين القوات الأمنية والشعبي هناك مؤتمرات مشتركة تأقد أسبوعين أو شهريا تكون أما في قياتة عمليات ديالة للتيش أو قياتة الشرطة وأيضا في قياتة عمليات ديالة للحج الشعبي في مقر الاجهزة معادة دولية مشترك وقوات مشتركة ودعم مشترك أيضا بين قوات وتعامل مستمر طيب كان هناك عمليات مشتركة ما بين الحجد الشعبي والقوات الأمنية المختلفة من الدفاع والداخلية في ديالة نعم كل العمليات التي تقوم بها قوات الأمنية في ديالة هي مشتركة بين الشرطة والجيش والحج الشعبي في كافة أيضا حتى تشترك كلكم تعرفون أنه محافظة ديالة يحدها محافظة صراح الدين وأيضا محافظة من السوت ومن الجيش المالي إلى محافظة صراح الدين نقوم بها عملية مشتركة لقياة عمليات صراح الدين وحج الشامرة اليوم صراحة عملية مشتركة مع نهر بيقلة الحط الفاصل بين صراح الدين وديالة من الجيش تعمين الجوار الوافدين إلى الشامرة وأيضا إلى المواصل الشعبية من الشعب عبرها شكرا لك سيد بشير أيضا إنضمن مباشرة عبر الهاتف القيادي في الحجدة الشعبية سيد أبو علي الكوفي أهلا بكم سيد أبو علي وبداية نودا تحدثنا عن مدى الاستعدادات التي قام بها الحجدة الشعبي لحماية الزيارة الأربعينية في هذا التوقيت وهناك مخاطر أمنية كما دوكر وبعض العمليات الاستباقية وغيرها نرجو أن تحدثنا عنها نعم تحية لكم ولمتابعكم العزاء الحجدة الحجدة الشعبية عادتي في كل عام أخونا في القوات والأجل الأمنية الساندة يقوم بخدمة زوارة عبد الله مثل ما تأخذ ذات الأربعين زيارة مليونية بامتياز وتشمل أكثر من خمس ست محافظات مباشرة كربلا والنجاح العشر وفبغداد وكامر كذلك المنافذ الحدودية في ديالة وواسط وحتى البصرة إذن مساحة شافعة مسافات متباعدة لا بد من حضور أمن يتناسب مع التحديات التي تحيط بأكثر من عشرين مليون يمثلون زوار أبي عبدالله في هذه المناسبة عدد كبير منهم أجانب وكذلك عالمية الزيارة تحتم علينا أن نكون في يقضى وأن نكون على أكمل الزهوزية والإنسانة من رغض تحديات الأمنية الأخرى مثل ما تعرفون تحديات الأمنية لا زالت تهدد الأمن المجتمعي في خاصة المنطقة المحررة لكن الحج الشعبي مع أخوان المنتشرين انتشار سحب البخاط من تحت أرجل الإرهابيين العملات الاستراقية حتى كان لها أثر واضح وملموس في تأمين الزيارة كذلك الأفراغ الأمنية الأولى والثانية والثالثة حول المدن المقدسة وكذلك طرق لإسلك الزائرين حتى كربلاء والنجاف والسامرة والكعظمين طيب أبو علي يعني أعداد كبيرة لأزائرين يمكن أكبر من الزيارات السابقة متوقعة أن تفد هذا العام هل يشكل هذا تحديا بالنسبة لكم في الحجد الشعبي وحتى للقوات الأمنية بالتأكيد كلما زاد على زاد التحدي وزادت الهواجز اللي ترافق حقيقة هذه الزيارة المليونية العالمية بامتياز لكن القوات الأمنية الحجد الشعبي الأجم العلمية الساندة بدأت منذ حوالي ثلاثة أشهر تعد العدة لهذه المناسبة الكبرى وهذا التجمع العظيم بحمد الله لحد الآن الخطة تسير على قدم وساق ودون تعثر مثل ما أسلفت أن العملية السباتية كانت لها أثر واضح وملموس في رجاح الخطة ومستمر إن شاء الله بإضافة لا توجدنا على جبهات القتال على امتداد حدودنا الدولي والخطة الأزرق وكذلك الأجزة الاستخبارية والوكالات الاستخبارية استخدام الطائرات المسيرة وأجزة الرؤية الليلية والنهارية الأجزة الحديثة في الكشف كلها ساعدت في أن تقلل من هذه الأمن الذي يرافق هذه الجمعات المليونية الحمد لله لحد هذه اللحظة لم يحدث أي خرق نتوقع إن شاء الله تم الزيارة ويكون قد أنجزنا بالضافة الملف الخدمي طبعا الملف الخدمي تقديم الخدمات في المجال الطبي في مجال النقل في مجال حاجة توفير الطرق والوساحات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الحاسلات والآليات التي تقوم بنقل الزائرين من وإلى المحافظات المختلفة كل هذا شارك في الحج الشعبي مع أخوانا في الوزارات الخدمية الحج الشعبي هو أعضو رسمي في اللجنة العليا لزيارة الأربعين وكذلك في اللجان في كل المحافظات اللجان الأمنية التي تكون براءة بتساد المحافظين الأولى براءة سيدي وزير الداخلية و اللجانة الفرعية تكون براءة بتساد المحافظين في كل المحافظات الذي وضح عراق بزيارة الأرباحين القيادي في الحجد الشعبي أبو علي الكوفي كنت ضيفاً كريماً عبر الهاتف شكراً لك أبو علي وشكراً جزيلاً لكم أمر اللواء 23 في الحجد بشير مزاح من العنبكي شكراً لك كنت معنا عبر سكايب وأيضاً شكراً لك سيد الصباح وأرجو أن تبقى معنا ومشاهدين الكرام ننتقل سوياتاً إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه إذن المشاهدين يعاني العراق شحاً واضحاً في المياه إلى حد أن الدجلة في بعض مناطق يعبر أو يعبر ماشياً على الأقدام وليست السياسات الزراعية أو أساليب الرأي وحدها في هذا الناتج بل أن تركيا التي تعتبر دولة المصابة أو المنبع عفواً تتحكم في هذه الأزمة منذ سنوات وتتلاعب بالحقوق المائية للدول المتشاطعة إذن المشاهدين نناقش تفاصيل هذا الملك بعد متابعة تقرير الزميل علي حبيب تواصل تركيا نهجها العضوانية بحق العراق فمن قضم الأراضي إلى حجم الإطلاقات المائية ضريبة مبادئ حسن الجوار والمصالح المتبادلة فأزمة الجفاف غير المسبوقة التي يتعرض لها العراق تنظر بكارثة إنسانية ومائية على المدى القريب عقب جفاف بحيرات كبيرة فالأرقام الرسمية تكشف عن اجتياح التصحر البلاد بما نسبته 39% وهذا ما سبب انكماش الخطة الزراعية من مليونين ونصف المليون دونم إلى أقل من مليون أنا أعتقد هذا أصبح سلاح سياسي والمؤشر الحقيقي لهذا الضغط والذنجح بتركيا هو ضعف صانع القرار السياسي في بغداد في العراق عموما وبالتالي هذا يعطي دفع كبير للصانع القرار التركي في عملية الإيغال في إذاء العراقي وأمام هذه المعطيات التي تهدد الحياة فعليا في العراق فأن الحراكة الدبلوماسية مع أنقرة لم يأتي بجديد تعدل فيه الجارة التركية عن سياستها هذه ولا بد من تمتين الجبهة الداخلية واستخدام جميع أوراق الضغط المتاحة التي من أبرزها التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز العشرين مليار دولار يمكن للعراق أنه يهدد الجانب الاقتصادي ونحن نعلم بأن هناك نحو 50 إلى 60 مليار تبادل تجاري بين العراق وتركيا أو التجارة مقابل ما حتى لا تكون هناك أي عملية تبتزاز من قبل الجانب التركي أو أي عملية ضغط من قبل الجانب التركي وهي تمنع الحصص المائية المقررة للعراق وبينما تستمر تركيا في سياسته تعطيش العراق فأن الأخيرة أرغم على خفض مساحته المزروعة وفرض قيود حكومية على مناطق الزراعة للحفاظ على موارد المياه المستنفذة مع انخفاض مخزونه المائي بنسبة الستين بالمئة يترافق ذلك مع توقعات بفصل شتائي جاف على غرار العام الماضي أسباب اجتمعت وانسحبت نحو هجرة ريفية بعد شبح الجفاف والعجز عن تدعيم الفروقات المائية علي حبيب الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين في حصادنا وملفنا الثاني مرة أخرى رحب بك عضو مركز الهدف وشبكة الهدف للتحليل السياسي سيد صباح أهلا بك مرة أخرى وأيضا نرحب بأكاديمي والباحثة دكتور عمر الشيخ لينضمنا بالصوت والصورة من بغداد أهلا بك دكتور عمر وأعد لك سيد صباح أزمة المياه ليست والدة اليوم يعني طيلك السنوات الماضية يتعرض العراق لهذه الأزمة خصوصا في الصيف وأزمة جفافة لكن ما مدى مخاطر أزمة المياه على المدى الطويل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ بشار ولضيفك الكريم حياة يعني أولا قضية المياه مثل ما تفضلت هي قضية أزلية حقيقة يعني هذه القضية بدأت حتى من اتفاقية الأزان في 1923 ما بين بريطانيا وفرنسا وتركيا وتحديد المادة 109 هي تضمن حقوق الدولة العراقية والسورية يعني سوريا تشترك معنا بقضية نهر الفرات وبالتالي هذه المشكلة حقيقة لم نخج منها يعني التفاقيات التفاقية أبريمت في 2123 وفي 46 وفي 72 واتفاقية في 1980 وآخر اتفاقية أو نقول بأنه بروتوكول في 2021 يعني بهذا السنة المضت لكن هل نجد بأن هناك تغيير في السياسة التركية حيال حصة العراق؟ أنا أعتقد لم تتحرك بل كل الوعود وكل الاتفاقيات لم تلتزم بها مع وجود قانون الدولي اللي يلزم التركيا بالتزامها بقانون الدول المتشاطئة الذي تعتبر بأنه هي الدولة المنبع والمصاب هو له الحق في المياه لكن هناك نظرية أو مقولة للجانب التركيا هذا حقيقة في 1990 عندما كان سليمان رئيس الوزراء سليمان أديمرل هو قال بأنه هذه المياه وهذا النهرين هي ملك لدولة تركيا وهذا النهرين ليس دوليان بل هذان النهران هو ملك لتركيا مثلما أنتم أن نفط ملك لكم وتصدرون طيب الكثير من دول التي تنبع منها الأنهار الكثير من الدول التي تنبع منها الأنهار تصير مع الدول المشتركة فيها الأنهار أو المتشاطئة كما تسمى صور بيناتها هذه المشاكل لكن تحل بطرق تبلوماسية وغيرها أو ضغوطاتها بملفات أخرى لكن الجهد الحكومي العراقي الحكومات العراقية المتعاقبة جهدها كانت كافية لحال هذه الأزلة؟ قطعاً الحكومات السابقة والحكومات الحالية حقيقة لم تستطع أن تتقدم خطوة واحدة والمشكلة الأكبر مثلاً نحن عدنا تحدي سد أليسو الآن جاء سداً جديداً سد الجزرة هذا السد اللي هو فيه بظهر أو فيه ظهر هذا السد دليل بأن الجانب التركي هو لا يحترم بالمناسبة يعني هناك ضمن الاتفاقيات يعني في 1972 كان هناك اتفاقية بأن يكون الجانب التركي هو ملزم بإطلاع الخبراء العراقيين حول خارطة كل السدود التي وكذلك حتى كمية المياه لكن حقيقة جانب التركي لم يغضر طرح العراق بأن يكون هناك ثلاثة حصص ثلاثة أثلاث حصة لتركيا وحصة لسوريا وحصة العراق طبعاً حصة العراق اللي أقل هي 12 مليار متر مكعب لكن تركيا لم تلتزم بهذا الطرح إذن حتى الآن بأن تركيا لديها أعتقد بأنه عقلية الامتلاك بأنه هذين النهرين هم لم يملكوها وكذلك هو دائماً هو يتهم طبعاً بالمناسبة الجانب العراقي يقول بأن هناك الدولة العراقية لا تمتلك سياسة مائية للحفاظ على هذه المياه وبالتالي هناك أحسنت بأنه ضياء لهذه المياه يدب إلى الخليج فيقول بأنه إحنا غير ملزمين بيعطاهم أرجع لهذا الملف المهم بعد قليل مرة أخرى راح أبيك دكتور عمر أهلا بك مرة ثانية وبداية يعني ما حقيقة أزمة المياه في العراق فعلاً هناك أزمة مياه فعلاً هناك أزمة جفاف في العراق لهذا الموضوع طبيعي يثار يعني باعتبار كل صيف تكون هناك جفاف وهذه الحالة عالمية مو بس بالعراق له يثار هذا الموضوع لأسباب وجوانب سياسية فقط أهلاً وسهلاً طبعاً تشير جميع الدراسات الأكاديمية خاصاً للدراسات بعدة اليونامي منها تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنماء في العراق إلى أن شحة المياه هي كارثة حقيقية تواجه البيئة العراقية طبعاً هذه الكارثة كارثة تأزرية المقصود بهذا الموضوع أنها قد حدثت هذه نتيجة للجيو بوليتيكس التي هي السياسات المتشاطئة ما بين الدول الجوار تركيا وإيران بالدرجة الأولى التي أدت على إنقاص الحصة المائية الووتر بوجت بشكل متسارع وكبير جداً للجانب العراقي أما النوع الثاني فهو رداءة نوعية المياه نتيجة لما يسمى بالتغيرات المناخية التي تضرب عالمياً جميعاً حال العالم ولكنها أكثر ظهراوة في مناطق شمال البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط طبعاً أكثر مناطق التي تكون هشاشة ضد التغيرات المناخية هي العراقية يعني العراق صنف من أكثر الدول هشاشة في منطق الشرق الأوسط بما معنى أنه في حراجة مائية الحراجة المائية المقصود أنه يصل إلى مرحلة اللانهاية في احتياج كمية من الماء لإدارة المياه للأراضي العراقية طبعاً هذا ما أثبتها دراسة أجراها الجانب الإيطالي سمها بسورلي اللي هي دراسة الأراضي والمياه في العراق واللي تنص على كثير من الأساليب والسيناريوهات التي توضح إدارة المياه في الجانب العراقي طيب عذر المقاطعة دكتور لكن هذه الدراسة وضعت مثلاً حلول يجب على الجهة المختصة يتباعها لحل هذه الأزمة؟ طبعاً هذا السؤال جيد جداً لأن المشكلة في البيئة هي مشكلة دايناميكية يعني البيئة تواجه مجموعة من التغيرات البيئية سنوياً تختلف عن ما هو موجود في السنة القادمة في العراق مثلاً تواجه شحة مائية وحرارة وجفاف كبير وعواصف ترابية تضرب بشدة البيئة العراقية بينما تشاهد في جنوب الجزيرة العربية وجل سيول وأمطار وأعصير قادمة من البحر الهندي الدراسات توضع لمعادلات رياضية تنبؤية هذه التنبؤات تصل إلى مسر الحقيقة بنسبة أكثر من 90% وبالتالي بأن الأخطاء تكون بها قليلة ولكن عموماً مشروع القاب التركي اللي هو مشروع شرق الأناظول الذي كان منه الهدف المعلن أنه عادة إحياء مناطق شرق الأناظول التركية المحادية لشمال سوريا وشمال العراق بمشروع يشمل 22 سداً هيدروليكياً ضخماً جداً ترافقها مجموعة من السدود التواترية الصغيرة اللي تمنع الحصة المائية العراقية أنه تصل بشكل كما كان سابقاً معهود عليه منذ ألاف السنين بنتيجة لمجموعة من الأفكار اللي هي تكاد أن تكون أفكار بعيدة عن التعاون ما بين التركيا والعراق وتعتمد على سياسة الضغط المائي أي أنه أستخدم ورقة المياه بجاه مجموعة من المتطلبات اللي يحتاجها من الجانب العراقي طبعاً هذه السدود ضخمة جداً تتركز على نهر دجلة المسر الرئيس لحوض دجلة في العراق وسوريا طبعاً المجدير بالذكر أن كل النهرين يتمر في الجانب السوري نعم الجميع السدود الموجودة في الحدود التركية هي على المسر الرئيسي للنهر أي على حوض دجلة والفراد بينما جميع الروافد المائية التي تصل من الجانب الإيراني هي جميعها روافد ترفض نهر دجلة بالمياه لذلك يقع العبء الأكبر على الجانب التركي في تقليل الحصة المائية الووتر بوجت بالنسبة للعراق عود لك سيد صباح يمكن دكتور عمر ذكر جانب جيو بولتك والعراق يعني فعلاً معرض لتغييرات اقتصادية وبالتالي اجتماعية أن استمرت أزمة المياه يعني قطعاً هذه أزمة حقيقية يعني هناك قراءات لوزارة الموارد المائية وحتى الخبراء بأنه المياه التي لدى العراق الآن ضمن المسطحات المائية هو لا يكفي إلا هذا الصيف وبالتالي إذا جاءتنا سنة فقيرة بالأمطار نحن عانينا من ثلاث سنوات لا يوجد أمطار بين هذا المستوى يعني نحن الآن في سنة رابعة إذا كان واجهنا أعتقد هذا التحدي حقيقي وبالتالي الآن لابد أن يكون هناك حلول من قبل الحكومة العراقية يعني أولاً جانب التخطيط الاستراتيجي لمواجهة هذه الموجة من الجفاف وأعتقد بالمناسبة يعني هذا موجة الجفافية عالمية الآن ليس في العراق لكن العراق هو يعاني فيما سبق نهر راين جف ولمدن وصلت درجة الحرارة إلى 42 العالم يعاني أحسنت وبالتالي الآن لابد أن تتحرك الحكومة بمسار أولاً بمسار التخطيط للحفاظ على هذه القيمة أو الحصة المائية هناك تركيا أتحاجج العراق والحكومات العراقية طبعاً هذا الضغط على الجانب العراقي باستثمار هذه المئة تركيا الجنب والعراق اسمح للعراق وهي محقة ما أنشأ سدودة على دجلة والفرات يعني العراق مرى بحقبة صعبة يعني نظام المقبور سابقاً وأيام الاحتلال وهذه الحكومات الحد الآن حقيقة نحن واجهنا بأنه لدينا ليست عجال دولة حقيقة ويخططون وبالتالي الآن تأتي حكومة وتجب ما قبلها وبالتالي الآن لحد الآن الدولة العراقية لا تبتلك خطط لمواجهة مثل هكذا أزمة حقيقية هي من أزمة المياه لحد الآن يعني هذه القضية قضية الأخياء الآن يعني أن نعوّل كثيراً على الحكومة العراقية أن تضغط على الجانب التركي أي حكومة؟ الجانب التركي تصريف الأعمال؟ أسبب غض النظر حتى هو تصريف الأعمال يعني هو تصريف أعمال بس هذا لا يعني لا يخلي مسؤوليتهم يعني كنت تتخذ مواقف يعني الآن لدينا علاقات مع تركيا وهناك مصالح تركية في العراق يعني هناك تبادلات تجارية ممكن أن تصل لأكثر من 15 مليار دولار سنوية الحكومة الخالية سيد صباح وبالتالي الآن لدى الحكم الخيارات ممكن أن تتجي باتجاه التدويل لها القضية سفة تصريف الأعمال تنطبق على هذه الحكومة اللي هي ماكو عمل تقدر تصرفها هي مكبلة ببرلمان ما موجوده موازنة ما موجودة وغيرها يعني هذه القضية التصريف أعمال سيد بشار هي مرتبطة بالجانب المالي أكثر من تصرفها وصلاعية نعم بها قضية الأموال وغيرها بأنه لا توقع معاهدات هي لا تمتلك هذه الصلاحية تصرف أعمال لكن هذا لا يعني بأنه تتغاضى عن عيذاء الدولة العراقية أو الشعب العراق من خلال تغليل نسبة العراق من الزام الجانب التركي مثلا الجانب التركي رح ينظر لهذه الحكومة نظرة جدية ويعاملها كحكومة وقعد يتفاوضوا إيها مثلا لحد الآن أعتقد هذه الحكومة التركية لحد الآن هي تنظر بجانب التجاهل أو الاستخفاف والسبب السبب بيضعف الحكومة العراقية عن تبني مواقف حدية اتجاه جانب التركي وإحنا طرحنا جانب الاقتصادي جانب الاستثماري جانب العلاقات الدبلوماسية جانب الدولي الآن لا بد أن يكون هناك تدويل لهذه القضية وبالتالي الآن نحن مقبلون على يعني حقبة صعبة جدا الحقيقة على الدولة العراقية يعني ممكن نصل إلى مرحلة بأنه سد حاجة الشعب العراقي من هذه المياه ممكن أن يواجه تحدي وبالتالي يدفعنا إلى حفر الآبار الارتوازية أو الخزين من المياه الجوفية اللي هو هذا خزين استراتيجي للدولة العراقية من أجل سد النقص في هذه المياه وهذا حقيقة خطوة خطيرة جدا إذن أنا أعتقد الآن ما نتحمل مسؤوليته هو الحكومة الحالية لا بد أن تنظر بمسؤولية لهذه الأزمة الكبيرة نظرا ربما للمخاطر الكبيرة لكن دكتور عمر ما مدى المخاطر يعني هناك أزمة مياه وتقابلها أزمة مناخ في هذه الحالة إلى أي درجة سترتفع المخاطر وفعلا سوف يعني احتمال يعني أن تزول الأهوار العراقية يعني متابعيكم على مواقع التواصل الاجتماعي أنت وستاذ ليث مهدي بأن هناك مخاطر حقيقية على الأهوار نعم سيد الكريم طبعا أنا في كل اللقاءات أحاول أنه لا أكرر سيناريو أو ادعاء الجانب التركي أنه الحكومة العراقية لا تفعل شيء وأنها تتهم الحكومة العراقية دائما بما يعرف بالميس منجمنت اللي هو سلوء الإدارة أنا لا أكرر هذا في كثير من اللقاءات لأن هذا يعطي فرصة لتفاوضية للجانب التركي أنه يكون نقطة واحد صفر اتجاهها طبعا الأتراك لهم سياسة وعقيدة المفاوض العراقي يعرفها جيدا جدا جدا من أهمها بأن العراق هو بلد فيضاني يعني العراق هو يقع في سهل رسوبي لدجلة والفرات هذا البلد يمتاز بوفرة كبيرة من المياه سواء كانت من مياه نهري دجلة والفرات إضافة إلى معدل عالي من الأمطار سابقا وهذا ما ميزه بأنه يكون المنطقة ما بين الرافدين أو ما بين دجلة والفرات في سياسة أنه كان لا يعتمد على إنشاء عديد من السدود لأنها السدود دائما مضر بيئيا الكثير من برامج الأمم المتحدة لا تقف مع بناء السدود لأنها بناءات هيدرولوجية من صنع البشر تؤثر بشكل كبير على البيئة الطبيعية الموجودة في كل الدول لذلك تلاحظ بأنها الدول تبني السدود لحاجة ملحة فقط لمجتمعاتها المحلية ولا تبني السدود نتيجة الحرب لكن ليش ما تقف بوجه تركيا التي تبني عدد كبير من السدود الضخمة وتمنع المياه عن الدول المشتركة معها؟ أنا من قناتكم الآن أوجه هذا السؤال أيضا إلى الجانب التركي وخاصة للجانب الأكاديمي التركي أقول لهم هل ممكن للجانب الأكاديمي أقصد الأكاديميين الذين يخططون لإنشاء البرامج الهايدرولوجية هل يمكن إنشاء برنامج أو نظام صناعي بشري على نظام بيئي عمر أكثر من خمس تالات سنة؟ أتمنى أنه أحصل الرد في القريب العاجل كل علماء البيئة متفقين أنه بناء قطع الأنهار وقطع الموارد المائية هي أخلاقيا غير صحيحة لأنه العلماء أدمن يفكرون في خدمة البشرية ثانيا أيضا تؤدي إلى تخريب للنظام البيئي لأنه السد عبارة عن نظام حرد جدا يحتاج إلى معادلات رياضية حقيقية توقعية على متحافظة عليها إلى أكثر فترة ممكنة الزلازل أيضا أنه تؤخر بنظر الاعتبار إذا كان بناء السد فالسد بحث ذاته هو نظام ركيك يحتاج بيئيا عفوا ركيك يحتاج إلى مراقبة شديدة جدا عموما ليس كلامي هو وإنما كلام برنامج الأمم المتحدة بتقريرا Environmental Global Outlook رقم واحد يقول حسب تقرير بزارة الموارد المائية العراقية أنه إذا لم تتوفر الحصة المائية لأهوار العراقية طبعا الأهوار العراقية في مستواها المساوي لمستوى سطح البحر وهي آخر نقطة لمصب دجدة والفرات وهي أول نقطة تتأثر بشحة المياه والتغير المناخي لكونها نظام بيئي عمر خمس ثلاث سنة فريد من نوع بيئيا وفريد من نوع من ناحية الأرث الطبيعي الاجتماعي بوجود عرب الأهوار ولكن الأسف الشديد هذا التقرير يقول إن لم تتوفر الحصة المائية من جيران المنبع تركيا وإيران سوف يعاني هذا الصرح البيئي الكبير إلى الاندثار ويعتقد أنه بوصول عام الفين واربعين ستقل حوضي دجلة والفرات بشكل كبير للأسف الشديد إذن نحن مقبلون على تغيرات بيئية في بعض مناطق العراق خصوصا في الأهوار وبالمقابل ربما تكون هناك حتى تغيرات اقتصادية واجتماعية وسكانية دكتور أمر أنا أحكي لك السيناريو اللي يصير وهذا أكثر سيناريو متوقع لأن هذا السيناريو شهد العراق في التسعينيات القرن المنصر لأنها بسبب تجفيف الأهوار للنظام السابق فالسيناريو أساسا بعلماء البيئة يعرفوه بشكل جيد وأنه محتمل جدا أنه يتكرر بشكل أنثروبوجينيك يعني بشكل تدخل بشري نتيجة للسدود التركية وهي أولا رح تؤدي إلى الخفاض كبير في المياه من خفاض كبير في المياه خاصة في فصل الصيف تؤدي إلى زيادة في الملوحة تموت الثروة السماكية التي هي تعتبر مصدر دخل للناس المحليين تموت الكائنات الحية التي تعتمد على الثروة السماكية يموت القطاع الزراعي الذي يعتمد على الجاموس الذي هو العصب الاستراتيجي يبدأ بالألواح السومرية لمدة خمسة آلاف سنة وبالتالي ستبدأ في البيئة العراقية بيئيا يعني اللاندس كيب رح يختفي وبالتالي رح نواجه أيضا تدخل أو هجرة عكسية للسكان المحليين باتجاه المدن ما يؤدي إلى حدوث تصادمات كثيرة بسبب خلط الثقافات الموجودة بين الريف والمدينة وبالتالي النزاع على فرص العمل ومثم كنا حدوث اضطرابات نتيجة لعدم توفر فرص العمل إضافة إلى رداءة نوعية المياه في تلك المنطقة ستكون حاضنة عفواً لانتشار الكثير من الأمراض الفيروسية الفتاكة إضافة إلى انتشار الأمراض التي نسميها بالوتربورن ديزيز الأمراض المنتجرة بالمياه مما يجعل أنه يكون ضغط سياسي آخر بسبب البيئة أنه تصبح مجموعة من الإضطرابات التي يمكن أنه تهدد الأمن لا سامح الله بسبب شحة المياه وهذا أيضا شهده العراق في عام 2018 بسبب شحة رداءة مياه البصرة نعم سيدي سؤال أخير لكم سيد صباح يبدو أن المخاطر أكبر ما توقعناه وعملنا تقارير عليه في هذه الحلقة كما ذكر الدكتور عمر يقال أن العراق لديه أوراق ضغط على تركيا لمعالجة أزمة المياه ليش مستعمل؟ هذا السؤال تسأل الحكومة لماذا هذا الموقف الذي لا يرتقي إلى مستوى الوضع الذي حقيقة بانتظارنا نحن مقبلون على كارثة مائية كبيرة حتى هناك مخاطر أمنية ربما تصل طبعا مخاطر أمنية واجتماعية وبالإضافة الآن يعني مثل ما تعرفي أنه الماء هو عصب الحياة نحتاجه في استخدام البشر نحتاجه في الزراعة نحتاجه في الصناع نحتاجه في تفعيل القطاعات لديه قطاع قاص قطاع الاستثماء وغير من القطاعات إذن أعتقد الآن حاجة المياه حاجة ضرورية لكل دولة لأي دولة إذا كانت هي لديها مشروع لبناء دولة أو خطط استراتيجية لابد أن يكون مرافق مع الطاقة وجود مياه كافية لهذه المشروع إذن نحن في أزمة حقيقية وكارثة حقيقة طبعا هذه الكارثة هي يتحمل مسؤولية الحكومات المتوالية لابد أن نقوم وكارثة أوراق الضغط إذا كانت أدى فعله هذا ما نتحدث به بأن الحكومة العراقية لديها أوراق ضغط أولا الضغط الدولي بجانب الضغط الاقتصادي الضغط السياسي بالإضافة إلى أن تدويلها تدويلها ممكن أن يوقف عجلة الاستخفاف التركي بأن الآن مثل ما تفضل الأستاذ بأنه لديه مشوع في إنشاء 22 سدا سدا على نهري الفرات والدجلة إذن نحن في أزمة حقيقية ولا بد أن نكون هناك دعما دوليا للعراق وكذلك أن نكون هناك دعما من قبل الولايات المتحدة التي وقعت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الدولة العراقية بحفاظ على أمن العراق الآن العراق أمنة مرتبط بإعطاء حصة المائية وبالتالي الضغط على الولايات المتحدة باحترام هذه الاتفاقية ودعم العراق وكذلك دعم الأمم المتحدة في قضية قانون الدول المتشهضة الشكر جزيلا لكم ووضو شبكة الهدف للتحليل السياسي السيد صباح العقالي كنت ضيفا كريما وشكر لكم الباحث والأكاديمية دكتور عمر الشيخ لي كنت ضيفا كريما شكرا لك دكتور وشكر موصول لكم مشاهدين إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصاد آخر اشتركوا في القناة